المسجد الأقصى المسلمين الصلاة والسلام يجب على المسلمين أن يدافعوا عنه لكل ما أوتوا حتى يخلصوا من وطأة الكفار واليهود الواجب على المسلمين عموما لا على فرد من الأفراد فقط كل بحسب استطاعته ومقدرته ولو بالبيان والتوضيح ولو بالاتصال بالمسؤولين وولاة الأمور حثهم على العمل على تخليص المسجد الأقصى فيجتهد المسلم حسب ما يستطيع من إنكار هذا المنكر العظيم ومطالبة بتخليص المسجد الأقصى من أيدي اليهود ولن يخلص المسجد الأقصى اختفى خلف الحجر والشجر فإن الحجر والشجر ينادي يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله فالفرج قادم إن شاء الله والفرج قريب والله جل وعلا لن يضيع المسجد الأقصى لن يضيعه أبدا ولا يخفى عليه أعمال هؤلاء الأرجاس لا يخفى عليه ذلك ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل مسمى نعم